ترأس سمو اللواء الركن شيخ ناصر بن حمد آل خليثة مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 بايدك ترأس الاجتماع التنظيمي للجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 بايدك اليوم في الحرس الملكي ضمن احتضان مملكة البحرين للنسخة الثانية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2019 تحت رعاية كريمة من لدن حضرة عاهل البلاد المفدأ القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وفي مستهل الاجتماع استمع سمو اللواء الركن شيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى عرض تفصيلي عن المراحل المتقدمة التي أنجزتها اللجنة المنظمة ومختلف البرامج التي أعدتها لاستضافة هذا الملتقى العالمي وإظهار معرض بايدك بالصورة التي تتناسب مع سمعة مملكة البحرين في مجال احتضان المعارض العالمية المختصة في مجال الصناعات العسكرية والأسلحة الدفاعية البرية والجوية والبحرية مؤكدا سموه أن اللجنة العليا تتطلع إلى تنسيق جميع الجهود العسكرية والدبلوماسية المشتركة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمجتمع الدولي ودعم أهداف قوة دفاع البحرين وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وتنشيط القطاع السياحي كما اطلع سموه على آخر مستجدات استعدادات اللجان العاملة وما تقوم به من عمل مستمر ومتواصل للوصول إلى الجاهزية التامة في الوقت المناسب كما وجه سموه رؤساء اللجان والعاملين عليها على المتابعة والتنسيق مؤكدا أن العمل الجماعي والروح الواحدة هما أساس النجاح نجاح أي عمل في مختلف الميادين وقال سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في هذا الصدد إن ازدياد الطموح إلى تطوير وإبراز صناعة المعارض في مملكة البحرين سيكون ثمرة النجاحات التي سيحققها معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع وأثناء سير الاجتماع ثمن سموه الجهود المبذولة لإقامة أحد وأبرز وأهم المعارض العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأكبرها على أرض المملكة معربا سموه عن ثقته بقدرات أبناء البحرين والكفاءات الوطنية المثالية وتفانيهم في خدمة الوطن ودعم مكانته على الصعيد الدولي مشيدا بالتسهيلات المقدمة من قبل كافة الجهات المعنية وعلى رأسها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي وأكد سمو مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على أهمية عقاد مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط لكونه منصة تفكير إبداعي لمجالات عديدة في الاستراتيجيات الدفاعية ومناقشة الأفكار والحلول للتصدي للإرهاب والتطرف من خلال المشاركة العالمية الفاعلة واستثمار مسار النجاح الدولي المستمر ضمن خطة وخطوات مدروسة تتمثل بتحويل التحديات إلى نجاحات حقيقية تعكس مستوى التناغم في المجال العسكري والأمني وعلى نطاق استراتيجي خاصة ضمن قوات التحالف التي تعمل على مناطق الحروب والنزاعات ومن جانبه أعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط أعرب عن امتنانه واعتزازه بدعم وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وحرص سموه الكبير على تهيئة كافة المقاومات والإمكانيات التي تضمن لمملكة البحرين نجاحا باهرا في تنظيم هذا الملتقى الدفاعي الاستراتيجي الدولي وشكر سموه على إتاحة هذه الفرصة المميزة حيث يجسد بايدك رؤية مملكة البحرين لتعزيز الاستقرار والسلام والمعرفة والتنمية في المنطقة كما أعرب عن سعادته بمشاركة مركز دراسات كشريك فاعل في تنظيم فعاليات مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط ممتك المصاحب للمعرض وأكد سعادته أهمية اختيار محاور المواضيع والمتحدثين في المؤتمر بعناية فائقة بهدف تأسيس منصة عالمية لتبادل الأفكار والأراء وتشاور حول المسجدات الأمنية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر